بالنسبة للسلوك الكاتيجوري الثالث أو المصنف الثالث اللي هو السلوكيات السلوكيات واحدة من التحديات بأول حاجة يطلبها بعد ما يتبع رب السوء عوزة عمد مدرك أنه العماد في المسيحية أو في معرفة المسيح بتساوي الشهادة في الإسلام في الإسلام عشان أي واحد يتحول من أي دين ويعبر إلى الإسلام كل اللي هو مطلوب من أن ينطق الشهادتين فقط لكن في المسيحية هو الإيمان القلبي لا علاقة له بالمعمودية المعمودية هي إعلان هذا الإيمان القلبي الإعلان الظاهري فتلاقيهم مصرين عوزين ولما ما يلاقيه فرصة يتعمده سواء عندهم مشاكل أمنية مشاكل عائلية مشاكل مجتمعية تحس أنهم ينتقصهم شيء فده بيأثر عليهم وبيتحداهم وبالتالي بيأثر بالسلب عليهم حبيت بس أوضح فكرة معمودية اللي هي التغطيس كلمة التغطيس المعمودية هي الموت مع المسيح والدفن الكامل تحت المياه والقيامة مع المسيح وهو الخروج من المياه فده إشارة وده زي علامة العهد زي ما كان قوس القزح علامة العهد مع نوح زي ما الختان كان علامة العهد مع اسرائيل المعمودية هي علامة العهد الجديد وطبعا كمان الاشتراك في جسد المسيح يعني زي ما المسيح ترك فريدة العشاء الرباني نتذكر موته إلى أن يجيء كذلك المعمودية نتذكر موته وقيامته عشان كده مهم جدا نحن نوضح لهم لا ننتقص من أهمية الفريدة لأن رب يسوع طلبها الفريدتين دول رب يسوع طلبهم هو ده اللي أكد عليهم لكن عدم قبول عدم إقدامك على المعمودية أو عدم حدوث المعمودية حرفيا لسبب أو لآخر هذا لا ينتخص إيمانك بل بالعكس كل ما تتأخر شوية كل ما تسكن في كلمة المسيح بغنى أكتر كل ما تفهم يعني معمودية عشان كده في بعض درامج التلمازة واحد منهم أنا بحبه جدا اسمه progressingtogether.com ده بالعربي فيه كورس كامل أو مصاق كامل على المعمودية ده بنفضل أنه العابرين والمؤمنين الجدد يدرسوا هذا الكورس الأول عشان لما يتعمدوا يبقى متعمدين حسب التعليم الكتابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر